مرحبا بكم طلاب الصف السابع بالدرس الثالث من دروس مادة العلوم العامة رح ناخد اليوم الدرس الثالث اللي هو الغليان اللي هو تأثير الحرارة على المواد سبق وتحدثنا قبل هيك عن المواد حكينا إنه عندي إذا أثرت الحرارة على مادة فإما إنها بتعرضها كان أول درس إنه بصير عندي انصهار وتجمد يا إما انصهار يا إما تجمد بفعل تعرض المادة للحرارة انصهار تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة والتجمد اللي هو تحولها بالعكس من السائلة إلى الصلبة بعد هيك تحدثنا بالدرس اللي بعده عن تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية أي التبخل أو عكسها تحول المادة من الحالة الغازية إلى السائلة من أول وجديد طبعا كل واحدة بيكون بسبب تأثير الحرارة عليها بشكل مختلف اليوم رح ناخذ العملية الخامسة ألا وهي الغليان طبعا بهمني تعرفوا كتير أن عملية التبخر وعملية الغليان هم تقريبا زي بعض مع بعض الفروقات بينهم ليش حبيت أذكر الغليان والتبخر مع بعض إذا بدي أجي أعمل مقارنة ما بينهم إحنا أخذنا عملية التبخر ونحن أخذ اليوم عن الغليان حلا إذا بدي أجي لعملية التبخر اتفقنا هنا هي عملية تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية وهذا الحكي قلنا بفعل اكتساب الحرارة بالنسبة للغليان فهو نفس الشيء هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية وذلك بفعل اكتساب الحرارة صفر اختيجي تقول لي مستب شو الفرق بينهم الفرق بينهم إذا رح نرجع مع بعض نتذكر شوي عملية التبخر حكينا أنه أنا لما أحط عندي مادة سائلة على مصدر حرارة على مصدر حرارة فإنه هذا السائل رح يبلش تحول عندي من سائل إلى غاز لكن اللي بتعرض عندي فقط لعملية التطاير اللي هي الدقائق الموجودة على السطح الخارج اللي هي على السطح الملامس عندي للهواء زي ما أنتوا شايفين دقائق المادة اللي على السطح فقط هي التي تتعرض إلى عملية التبخر أي التحول من السائل إلى الغاز السبب إذا بتذكروا أنه كانت عندي هاي الدقائق الخارجية هي معرضة إلى قوة تماسك أقل مع باقي الأجزاء اللي موجودة في السائل لذلك يسهل إفلاتها فبيكون كتير سهل إنها تفلات من سطح هذا السائل كمان فرق تاني هاي أول فرق أنه بحدث على السطح الخارجي الفرق التاني اللي بنا نحكي عنه أو حكينا عفوا عنه إنه بصير عندي عملية التبخر اللي هي تحول المادة من سائلة إلى غازية عنده أي درجة حرارة يعني بمجرد ما إني أنا بلشت أعرض هذا السائل لحرارة رح تبلش عندي هاي المادة السائلة بالتبخر وهدول هم الفرقين الرئيسيين ما بين التبخر وما بين الغليان الغليان إذا بنا رح ناخد نفس الرسمة عشان نكون متأكدين وواضح عندي الفروق رح أخذ نفس السائل اللي عندي إياه بالتبخر السائل اللي هو نحكي مثلا عندي زي الماء هاي عندي دقائق الماء بتلاحظوا كتير كمثال إذا بدي أكون كتير واضحة معاكم من بين هاي الأمثلة على الغليان لما تريدوا تحطوا تنجرة ماء على النار أو اللي هو نحكي بريء الشاي على النار بتلاحظوا إنه بلش يظهر عندي فقاعات في هذا السائل تماما كاللي ظاهرة عندكم مثلها بالشكل 5 إلى 15 في صفحة 80 تمام منلاحظ إنه بلشت تطلع عندي فقاعات بهذا السائل وهو عم بتعرض لحرارة هاي الفقاعات بتكون مليئة في بخار الماء لما بتبلش تطلع عندي إلى السطح بتبلش تطلع عندي إلى السطح وزي ما بنحكيها إحنا يعني زي التفقع هاي اللي هي الفقاعة وبطلع من جواها بخار الماء اللي موجود بداخلها فمنعرف بهاي الحالة إنه بدأ عندي هذا السائل يتعرض إلى الغليان فإذن أنا عندي دقائق السائل كاملة اللي بتتعرض للغليان بمجرد ما صارها تطلع عندي فقاعات يعني مش بس اللي موجودة على السطح الخارج فإذن بس تبخرت عندي اللي على السطح الخارج فهذا هو عبارة عن عملية التبخر لكن عملية صعود فقاعات بخار الماء من جميع أجزاء السائل فهاي اللي هي تسمى عملية الغليان فإذن الغليان أول فرق ما بينه وما بين التبخر إنه ليس فقط على السطح الخارجي مثل التبخر وإنما هو في جميع أجزاء السائل هذا أول فرق ما بين عندي التبخر والتكاثف إذن جميع أجزاء السائل بتصير عندي عملية الغليان شغلة الثانية إنه عملية ظهور فقاعات ما تظهر عندي على الطبقة الخارجية أو تتصعد لأعلى السائل عشان أحكي إنه هذا السائل وصل لعملية الغليان ما بحدث زي التبخر عند أي درجة حرارة وإنما هو له درجة له درجة حرارة معينة له درجة حرارة معينة يعني أي مادة في الدنيا فإلها درجة حرارة بغليان يعني درجة غليان معينة ما بيحدث عندي الغليان عند أي درجة حرارة مثل التبخر فبالتالي رح أرجع أحكي لكم إنه له درجة حرارة معينة الغليان يعني كل سائل في الدنيا أو كل مادة في الدنيا أكيد بس تكون في الحالة السائلة إلها درجة غليان معينة إذن نرجع نعيد مع بعض الغليان هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية وذلك عند اكتسابها لحرارة وبحدث عندي هذا الغليان عند درجة حرارة معينة تسمى بدرجة الغليان شو اللي بيصير عندي فيه الغليان من أول وجديد بحدث عندي إنه هذا السائل بيكتسب عندي حرارة مجرد ما اكتسب الحرارة بيبلش يظهر لي فقاعات هاي الفقاعات تكون في جميع أجزاء السائل طبعا بتكون مخملة ببخار الماء شو هي درجة الغليان بما إنه قلنا بصير عن درجة غليان معينة درجة الغليان هي درجة الحرارة الثابتة طبعا لكل سائل درجة غليان معينة إلو تتحول فيها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية رح أتشعر أذكرك بمعلومة معينة اللي هي إنه إحنا لما كنا مناخد أي تشارت أو أي رسم بياني حتى نحكي إنه المادة عندي بتكون بحالة معينة زي نفترض عندي هنا المادة بحالة سائلة وبلشت بدها تصير إلها غليان النقطة اللي بتصير في عندها تحول ومنشوفها مثلا نفترض إنه عندي هنا درجة 100 سلسيوس بلش عندي الغليان عند درجة 100 سلسيوس وهاي كمان معلومة عشان تعرفوها إنه المادة اللي درجة غليانها 100 سلسيوس هي عبارة عن الماء تمام؟ عشان نكون حافظينهم درجة غليان الماء اللي هي 100 سلسيوس زي ما أخذنا هذيك المرة إنه درجة تجمدها صفر الماء كتجمد درجة تجمده صفر لكن درجة غليانه 100 سلسيوس النقطة هاي اللي حكت لكم عنها اللي بيبلش في عندي المادة فيها تتحول من سائل إلى غاز هاي هي اللي هي درجة الغليان كمان بهني تعرف كمان معلومة إنه عند درجة الغليان زي ما حكينا عن التبخر ما بتكون كل المادة صارت غاز ولا كل المادة لساتها سائل بتكون عندي عند هاي الدرجة لسا المادة في حالتين اللي هي بتكون سائل زائد غاز عند درجة الغليان بتكون المادة ما زالت عندها اللي هي فيها حالتين اللي هي حالة السائل وحالة الغاز هذا في حالة إذا كانت المادة نقية يعني زي الماء هاد درجة غليان ومئات سلسلسل طب لو جيت حكتلك انه انا عندي كاستين هاي عندي هون كاست ماء عادي وكاست ماء هاي هنا ماء وهاي عندي هون ماء زائد نفترض ملح وانحنا اتفقنا قبل هيك واخدنا انه لما يكون عندي ماء زائد ملح او ماء مع سكر مادة المهم عندي مذيب وعندي مذاب فهذا بطل اسمه مادة نقية صار اسمه محلول شو صار اسمه اسمه محلول هل بهاي الحالة درجة غليان الماء هون اتفقنا انها مئات سلسلسل بدي اغلي هذا الماء عن درجة مئات سلسلسل تمام هل برضو هون الماء مع الملح برضو غليانه درجة غليانه مئات سلسلسل طبعا لا لانه عملية اضافة اي مادة كمذيب مع المذيب فاكيد رح يغير لي كل الدرجات سواء درجة غليان درجة تبخر درجة انسهار فاذا بدي اقسها انا عمستوى الماء احنا حكينا درجة غليانه مئة سلسلسل ودرجة تجمده صفر اذا هاي غليان وهاي عندي اياها اللي هي تجمد تمام هاي عندي اياها اللي هي غليان مئة سلسلسل والتجمد صفر عملية اضافة ملح او سكر او اي مادة للماء رح تعملي على رفع درجة الغليان يعني رح تبطل درجة الغليان مئة بدي يصير بهاي الحالة المحلول هذا يغلي على درجة ابعد من المية ممكن مئة وعشرة ممكن مئة وعشرين حسب واذا بدي احط هذا الماء والملح في الفريزر فما رح يتجمد عن صفر هو بصير بحاجة الى درجات تجمد اقل من صفر اذا عملية اضافة اي مادة للماء اذا بدي احكي عن الماء لانه معلومة عندي درجة غليانه مية ودرجة تجمده صفر فعملية اضافة ملح او سكر لهذا المحلول رح يخلي درجة الغليان اعلى من مية كما ورح يخلي درجة الانصهاء اللي درجة عفوا التجمد اقل من صفر مئة او يعني ببطل يتجمد عن صفر يعني لو خليتلي فريزر على درجة صفر وارجع لهاي الكاسة اللي فيها مية وملح ممكن ما لا هي متجمدة يمكن لو اخفض درجة الفريزر اكتر من مئة من صفر اخليها متن سالب خمسة سالب عشرة ممكن يتجمد اذا هي خفضتلي درجة التجمد اقل من صفر وبرضو ضافتلي درجة الغليان عملت على رفعها كصارت اللي هي اعلى من مئة سلسيوس درجة الغليان